خطة التعافي الاقتصادي الرحب فصلت أولوياتها الخمس على مقياس حجم الرؤى المستقبلية التي تبشر بنماء البحرين وتطورها أكثر فأكثر وصفة اقتصادية ناجعة تدعمها حزمة نوعية من البرامج والخطط الوطنية المواكبة لاحتياجات سوق العمل نعم الخطة تحاكي جميع الإمكانات الرامية إلى تطوير قدرات وتنفسية المواطن البحريني بجميع مؤهلاته بالشكل الذي يحقق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية لتكون الغاية المثل لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين هي استجابة حكومية فورية انبرت لتنفيذ أهم التوجيهات الملكية الثاقبة التي ضمتها الكلمة السامية لحضرة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه خلال افتتاح جلالته لأعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والتي حفزت أصحاب الأعمال وجميع العاملين في قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية لاقتراح المزيد من المبادرات المؤدية نحو تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد يكون المواطن البحريني محورها الثابت خطة تعافي اقتصادي رحبة النطاق فصلت أولوياتها الخمس على مقياس حجم الطموحات والرؤية المستقبلية لغد تزدهر فيه البحرين أكثر فأكثر وصفة اقتصادية ناجعة تتناسب مع حقيقة التداعيات السلبية لوباء كورونا وما أحدثته من أضرار على البدن التجاري ليتم بعدها الوصول إلى الشفاء التام من أي وعكة صحية كانت قد ألمت بإحدى القطاعات الحيوية في المملكة جراء الجائحة وما موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خطة التعافي الاقتصادي إلا بداية فعلية لمرحلة نشاط متسارع الوتيرة يتطلب مزيدا من تكثيف الجهود الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستقرار المالي والعمل بروح الفريق الواحد بكل عزم وشكيمة ترتجي مصلحة الوطن والمواطن وبما يعود بالنفع والنماء على الجميع حزمة نوعية من البرامج والخطط الوطنية المعنية بتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني بجميع مؤهلاته ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بالشكل الذي يحقق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية لتكون الغاية المثلى لكافة السياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين الأمر الذي تطرقت له الخطة مواصلة لمسار النمو الاقتصادي الصحيح عبر أولويتها الأولى والتي ستعمد إلى توظيف 20 ألف بحرينيا وتدريب 10 ألاف آخرين حتى العام 2024 الخطة الوطنية لسوق العمل فيها كثير من الأفكار والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء ليس فقط لإيجاد فرص عمل المواطن لكن أيضا لدعم البنية التحتية لسوق العمل بحيث في مجال التدريب مجال المهارات مجال ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل البرنامج الوطني للتوظيف وبعد نجاح نسخته الأولى ها هو يستمر ومن نافذة حلته الثانية في حصد العديد من النتائج المبشرة عبر خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل فبلغة الأرقام وخلال الفترة من الرابع والعشرين ولغاية الثلاثين من أكتوبر الفائت تم توظيف خمسمائة وتسعة عشر باحثا عن عمل في أكثر من أربعمائة شركة ومؤسسة عاملة في القطع الخاص من مختلف المؤهلات والتخصصات والمجالات الوظيفية والمهنية الملائمة فضلا عن نجاحه في تدريب خمسمائة وسبعة وعشرين شخصا في مختلف البرامج التدريبية